واحد بيقول ارغب في معرفة رأي قداستكم في التبرع بالاعباء بعد الوفاة واذا تم استخدام الجسمان لاستخدام اعباءه لشخص اخر قبل الصلاة عليه لا ما تخافش لك انت فكرة كالصلاة لازل تكون على عضو عضو كده بالاسم ده كفايا ان واحد بنحط ايدنا على رأسه بالصلاة بتوصله كله من رأسه لبقى جسمه فالتبرع بالاعباء احسن ما يكلها الدول يعني جسم الانسان بعد الموت مش هكفل الدود ويتحول لطرابه فالنهول احسن عضو من الاعباء ده ينقص حياة انسان زي عمليات نقل الكبد مثلا او نقل الكلة يدوبك الميت بيموت وياخده الحاجة لسه سخنة كده قبل ما تتحلل وينقلوها الجسم انسان يعيش به ولو سبوها هيكلها الدود وتتحول للطراب فنقل الاعضاء دي بركة جبيرة وما فيش مانع لو حبيت انك توصي انك بعد عمر طويل وابل المجيء الثاني تتمرح باعضاءك تنقص بيها حياة انسان من الموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر